موسيقى نظمت جمعية بداية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية أجيال للتنمية والرياضة ومقاطعة مقوغة فعاليات الدورة الخامسة لمسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم التي عرفت مشاركة أزيد من أربعين مقرئا من مختلف الفئات العمرية وبحضور لجنة مؤلفة من خيرة المجودين بالجهة موسيقى موسيقى اليوم الحفل دينا الرمضاني كان كتتويج لاختتم القرآن الكريم وقاز الصهرة دينا قازت في أحسن ظروف وإن شاء الله مزيدا من التألق والنجاح وكنتمنى وهذا النوع للأنشطة الدينية دائما يكون مستمر ولو غير في رمضان هذا الحفل إن شاء الله نطلب الله يكون مستمع إن شاء الله ونطلب الله يكون فواح مستوى عالي وكان الإخوان اللي جاء اللي حضوا معنا والإخوان اللي سندوا اللي عاونوا اللي يوقفوا في هذا المبادر مرد أجواء التنافس والتباري في جو روحاني ملأه كلام الله يطلى على لسان حفظة القرآن حيث تم توزيع الجوائز على الخمس الأوائل في فئة الصغار والخمس الأوائل من فئة الشباب كما شهد الحفل تقديم مؤصلات للمديح والسماع من طرف الفرقة المشيشية الشادلية رفقة الفنان المقتدر سعد التمسماني